السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي ازايكم وعمليني اتمنى تكونوا بخير وصحوا عافية ان شاء الله في الفيديو ده انا هتكلم عن سيرتينا اللي هي سويس ووتش ساعة كده محترمة جدا من الساعات ان انت ممكن اسمها يعلم في ذهنك يعني الاسم بتاعها سيرتينا الاسم بتاعها مش عادي يعني مش سه انا دلوقتي هتكلم عن الهيستوري بتاع الساعة اول ما بيجي لو حد لبس ساعة سيرتينا قبل كده او شاف ساعة سيرتينا اول حاجة بتيجي فenhage اول حاجتين بتيجي فدماغك ان هي اسم سيرتينا يعني ايه اسم سيرتينا واول برضو، حاجات انت بتشوفها او بتلاحزها برضو ان هي ظهر التشلف اللي بيتشوف yeah ظهر السلحيفة بتبعها ظهر السعة و دي اس uh كلمة يستوى مبدئيا ساعة سيرتينا انا كنت فاكرة بالتكي سوق بس اكتشفت ان ان تسوق بالبالον terrifying تيسو بدأ 1853 سيرتينا بدأ 1888 يعني بعد تيسو حوالي 30 سنة أو 35 سنة اللي بدأها اتنين اخوان يعني أخوين الفرد وادولف بدأوها 1888 وابتدت بقى الانجازات تبتدي وعملوا ساعة فهي بس الانجازات اللي انت هتبتدي تتلاحظ فيها ان هم خدوا الشعار بتاع الترتل دي او الظهر السلحفة اللي هو الظهر بتاعها اللي انت تشوفوه في الصورة دلوقتي دي سنة 1959 وسجلوا دي العلامة دي بتاعتهم لان كانوا يتكلموا على اللي هي ان الساعة بتعيش معك كورون يعني بتعيش معك سنين طويلة جدا لان يعني ضهر السلحفة ده بيدل على ايه بيدل على الكوة على المتانة وكمان على الايجنج اللي هي الساعة تقض معك وقت طويل جدا وكمان على الصلابة ان انت كمان لو خبطت الساعة هي حاجة فهم خدوا ضهر السلحفة كشعار ليهم سنة 1959 بعد كده ابتدت بقى يعني الموضوع يتوالى 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 في السبعينات سبعينات كانت فترة كوية جدا فيهم ان هم عملوا موضوع حلوقوي اه 1909-1160 عملوا この換 excuse هذا اللي هو ايه Columbia اللي هو الساعة بتبقى محاطة باكتر من طوء في كل الاتجاهات طوق حوالين جسم الساعة طوق حوالين اللي هي الزراير اللي هنا سواني افك بس الساعة كده طوق حوالين الزراير اللي هي دي الزراير اللي هي هنا دي كده اللي هي اللي بتضغط وطوقين حوالين الكراون او اللي هو الاكرة بتاعة الساعة ليه لان تمنع دخول المياه خالص وطوق في الظهر اللي هو عشان يبقى قفل الساعة قفلة قوية جدا الساعة جماعة اللي يلبس الساعة السبتينة صدقوني ساعة ويل ميت يعني ساعة تحس ان هي مش ساعة عادية دي اس بوديوم بوديوم دي اللي هي ألترا لايت ألمونيوم معمولة من أخف نوع من الألمونيوم وحاجة محترمة جدا لأن كان في بعض زمان لأن كان في بعض الماتيريال كانت بتعمل إريتاتينج وبتعمل اللي هي حكة كده في الإيد وكانت بيعني تغرش مكانها فالساعة 316L والألمونيوم اللي هو بوديوم ده ده حاجتين كويسين جدا والاتنين كويسين جدا يعني كنين مش وحشين بس طبعا الهال 316L اللي هو ده بيبقى تقل شوية أما البيوم بيبقى أخف شوية وبيبقى ألمونيوم قوي جدا ويبقى طبعا حاجة كوية جدا يعني حاجة مش بالسهل نحس ان يحصل لاحق الساعة ده البوديوم ده على فكرة دي اس بوديوم ده ابتدت في 2013 يعني مش من بعيدة على فكرة الساعة يعني كبراند يعني أو كموديل جوه الجوه البراند نفسه موديل جديد مش موديل قديم قوي يعني اه طبعا بقى دخلت بقى ان هي اه دخلت ان هي وطلوا بيها الجبل افرست ونزلوا الكاريبيان سي اللي هي البحر الكاريبي وكانت حققت انجازات كويسة جدا انا حبيت ان اقول لك على يعني انجازات الساعة كلها اه اللي بيخلي ساعة سرتينة لو يعني الناس اللي بتبقى في السوق شوية تلاقي على طول ساعات سرتينة بتبقى أغلى شوية من ساعات سوق ممكن تخش So 70 ممكن تلاقي ب8.3 جنيه رسولت ساعة سرتينا تلاقي ب13000 جنيه اليه لان ان السرتينة تبقى قون مات شوع ووما اه البراند مثل غالى احدا في الحسابات او في المحاسبة العموما هنا رأيكا اسمها حساب السهرةر mois ان اسمان الله الحساب السهرة اه اه quinto هاتف اكل بتأكل بره مثلا 10 جنيه مثلا تأكل سندويتش مثلا كبدة مثلا بخمسة جنيه او عشر جنيه بره وبتأكل مثلا في اي محل تاني متخصص في سندويتشات تحت كبدة ليبر بين وخمسين جنيه ليه لان ده سعر البرند حساب الشهر حساب المركة نفسها فسرتينه بتبقى اعلى شوية من تسوه طبعا بقى الاثنين تحت امبريلا اللي هي سواتش جروب على فكرة سواتش جروب اللي انتم تشوفوها دي سواتش انا اتكلمت عنها قبل كيف فيديو وان شاء الله احاول اجيبه لكم دلوقتي هيزهر لكم هالا ان شاء الله سواتش جروب مديرها او بتاعها اللي هو نايف حقيق اللي هو راجل لبناني بس كان مواطن سويسري ويعني جمع كل البرندات دي كلها سواتش جروب دي تحتها بالاوميجا وبلينبان اه بلينبان اصع حاجات كده يعني محترمة جدا تحت تحت امبريلة سواتش جروب اه سرتينة طبعا من ضمنها انا كنت فاكر يعني اللي هما زي قرابين ببعض بس لا سرتينة اقوى شوية من تيسو في نفس الرينج بتاعها مش بتكلم على سرتينة هنا مثلا موديل معين وتيسو موديل عالي لا هما الاتنين بنفس الرينج بتبقى سرتينة بتبقى اعلى شوية دي اس يعني دابل سيكوريتي اه كريسل صفاير الكريسل صفاير اللي في الساعة ادخن واسمك من اغلبية الساعات اللي في الرينج بتاعها فى هذا مغلية الساعة والتي مغلية الساعة بسريعة ان هي السيكوريتي بيقول لك من كل حاجة نعطي للساعة يعني هل هو الطوق الجازكت الجازكت ده هو ايه حوالين الساعة اه حوالين 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 الظاهر في كل حدة اه فانا حبيد بس ان اتكلم عن نبزة عن الساعة وان شاء الله نبزة عن الشركة كلها. وهنتكلم دلوقتي عن الساعة فخليكم معي عشان ان لكم الساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي انا جبت لكم الساعة السرتينة اللدي اسبوديوم. بصوا. او ما تمسك الساعة السرتينة هو لونها بصراحة طحفة. لونها معرفش لونه. لونها بصلي محمر كده. لونها يعني يعجبني اوي بصراحة. بس او انا وموقي ما يكونش جاي في الاضاءة اوي. بص اللون اللون اهو. بصلي محمر كده لونها جبيل اوي. اه اولا هي اسمها دي اسبوديوم بما مكتوب هنا. هي اللي هو او اللي هو ميت متر. بس اكرر اكرر ميت متر دي مش معناها ان انت تنزل ميت متر تحت المية. لا طبعا دي بتبقى ميت متر دي ان انت ممكن مسلا تتوضى بيها ممكن تنزل مسلا تستحمى بيها مطرة هكذا. اه لو انت عايز مسلا تنزل مسلا في حمام سباحة او مية دي يبقى لازم تبقى متين متر او الف متر حاجة زي كده. لكن الميت متر دي ما بتبقاش يعني بالكامل لا بتبقى بتبقى قل شوية من زي الالف متر او المتين متر. اه اه الساعة دي او بتاعها بتبقى اتنين واربعين دي كده اربعين اللي هو الكاز بتاعتها والكراون او الاكرا اتنين واربعين الساعة كرونوغراف كرونوغراف اللي ما يعرفش يعني كرونوغراف يعني بصوا لو انا جيت دوسط على الساعة دي كده اهو تلاقي العرب الكبير ده بيشتغل اول ما يلف هنا ستين ثانية بتحسب هنا دقيقة واول ما بيلف هنا تلاتين دقيقة بتحسب نصف ساعة وهكذا ده عرب الثواني والعرب اللي فوق ده بيبقى بالثواني اللي هو جزء من الثاني يعني انت وقفت كده سواني بصوا يعني انت وقفت على اه كام ثانية اه سبعتاشر ثانية وسبعة جزء من الثانية يعني حاجة كده لا تذكر اه ونعمل دي ترجعها تاني تبقى اه ده عرب الثواني دي الديت الديت عند رقم اربعة او التاريخ عند رقم اربعة اه الساعة محترم جدا دي الدوتس اللي فوق دي دي اه دي لومينوفا او اللي هي اللي هي بتنور في الظلمة والعقرب الحاجات البيضة على العقرب دي كده بيتنور في الظلمة ساعزة ما احنا قلنا اتنين واربعين ميلي انا بصراحة بعشق التنين واربعين ميلي بتبقى لايقا واحد انا ايدي في المتوسطة بتبقى جميلة جدا اه فولدينج اللي هو اللي هو ازاي سواني بتقفل كده وبتقفل كده اهو اهو بتقفل كده وكده بالزبط اهو بيبقى اسم و القفل مكتوب عليه سيرتينا والجلد بتاعها هتوحف مع الجلد انا بعشق الجلد ده سواني بيتفك كده بصوء الجلد اهو مكتوب اهو اهو مقايس عشرين بتاعتها عشرين وعلامة السفتين اهي اللي هو اهو بس حتى مكتوب على الجلد رقم عشرين اهو وطبعا ده ظهر الساعة مش معمول عليه الظهر الثلحفة بيبقى اشكال معينة بتبقى في الحاجات اللي هي سبورتي اكتر عشان تنزل فيها الماية وكده دي كلاسيك اهو آآ سواني اهي سرتينا سواني اعمل عليها كده اهي دي الظهر بتاع الساعة سواني اهو ده ظهر الساعة اهو والكراون مكتوب عليه اهو سواني بعمل عليها بس زون الكراون مكتوب عليه دي اس تمام والساعة اللون بصراحة اللي خلاني اشتري الساعة دي اللون اللون بتاع الساعة اختراع اختراع بمعنى اختراع انا عاجبني اول لون ده بصراحة آآ لان آآ يعني شفت ساعد سرتينة كتير بقى الوان كتير بس اللون ده عاجبني جدا 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 آآ بس فأنا كنت حابب ان انا اشارك معاكم يعني يعني الساعة بتاعتي يعني بصراحة انا كنت عجباني او صراحة فاشترتها آآ انا من ناس اللي بحب اشتري ساعات مستعملة عادي جديدة او مستعمل مشتفرق بس انا لو لقيت حاجة لقطة اصالي بشتريها الساعة دي تحف يا جماعة الساعة دي انا كنت شاريها بسار كويس فأ بس فأتمنى لو حاببين تعرفوا اي حاجة عندها ابعتوا لي في الكمنتات لو حاببين تكتبوا لي عن اي ساعة تاني انا معاي ساعة تاني ان شاء الله فأ شكرا جدا لكم ومتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا معكم في القناة لان فعلا فعلا محتاج دعمكم وكان معكم محمد تحسين من كنات السرشيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة